السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المعروف ان انا كاملين عزيز علينا القيصاص اللي كيكون الباطل دياله هرب فالأخر او انجام العقاب وخاحنا كنعرفوه مجريم وخاصوه يتعاقب ولكن ديما كنت تعاطفوه معاه وما كنبغيوش يتشد علاش الله اعلم ولكتي عارف علاش كتبالين في كومانطيرات التحت القصة دياليو مع وتاني غا تكون على الشفراء ولكن بطريقة مختلفة ماشي شفراء ديالبانكا هاد المرة غا تكون على ارتفاع عشرة كيلومتر في السماء يعني في طيارة في السماء هادي قصة حقيقية وفيها واحد الجزء اللي كيلي بيذكر رغبة ديالنا تخيل انك تشفر ميتين الف دولار وتغبر في السماء تبخر وتخلي الاف بي اي تقلب عليك على مدى صورة بعين عام وتألف مئات ديال المجلادات ديال الضواسة اللي كتعلق بالتحقيق في القاضية ديالك وبل ما توصلتها نتيجة هادي واحدة من اكوبال اللي كتخص الاختيطة في الجو اللي مقدراتش الاف بي اي تحلى وبقى تمسجل ضد ما جهول الى يومينا هادا قبل ما نطول عليكم في المقدمة الى كتاب المرة تشوفها دلاشين ما تنساش شارك في القناة وتفعل زير جارس باش توصل بالجادية ديالي تخليش تعليق زوين او لايك الفيديو او ما تنساش تكمل الفيديو تيلا خرب الشفاء من القصة على بركة الله نال الاربع ربع عشرين نوفمبر الف وتسعمية وحد وسبين في ولاية اوريغن في امريكا باحد الراجل المجهول اللي اسم مراسو دان كوبر او دان كوبر غديشري تذكيرات السافر بعشرين دولار على خطوط طيران نورت ويست ايرلاين واللي كنت غتمشي من المدينة بورتلاند في ولاية اوريغن لمدينة سياطل في ولاية واشنطن يعني رحلة داخلية نصة عادية لطريق هدلوقت رحلة الداخلية في امريكا ما كانوش يقلبوا بناد مشنو هالزمعه يعني منك تبغي تطلع الطيارة ما كيقلبوكش تقدر تطلع معك الطيارة اي حاجة فردي قنبلات تطلع معك تدبابة وكذلك تقدر تقطع لبيه ديال الطيارة بلما تعطيهم الاسم ديالك او لا تعطيهم شواتيقة لكتبت الهوية ديالك الاصلية وتقدر تعطيهم اي اسمية كتبوها في لبيه وصافي كم مدى البطل ديال القصة ديالنا اليوم حيتي اعطيهم اسمية دان كوبرا او دان كوبرا واللي غدي يقولي من بعد مشهور بسمية ديبي كوبرا بسبب خاطئ واحد الصحافي اللي كتب اسميته بالغلط في واحد تقريرته الفيزي ومن تماموا له مشهور بسمية ديبي كوبرا وطبيعة الحال ما كانش اسميته الاصلية المهم من بعد ما طلعوا الطيارة المسافرين اللي كانوا سسو تلاشين شخص والطاقم ديال الطيارة زوج موضيفات والبيلوت والكوبيلوت والمهندس ديال الطيارة وقلعات الطيارة بوينك سبعمية وسبوع عشرين واعقل على النوع ديال الطيارة باش نقول لك علاش من بعد كوبرا مش اقلس باخير كرسي ديال الطيارة اللي كان قطعها في لبيه شعل القارو دياله وطلب من واحدة من الموضيفات انها تجيب لي شي كاس ديال الويسكي والعياد وبالله وفجبت لي هاد الكاس وحطاته اعطاه واحد الملاحظة في الده يعني ورقة مكتوبة فيها شي حاجة وقل لها قرائها الموضيفة كان كي يصحاب لها شي واحد كيتبسل عليها او تاني ويمول في اصلا شي مع المسافرين انهم يعطيوا النمر ديال تليفون ديالهم ولا شي حاجة الا كانوا باغين يتعرفوا عليها فالموضيفة شدت ديال الورقة وحطاتها في جيبها وبالما تشوفها ومشا تقدير اغراض ديالها اخرين ويعاود عيط عليها كوبر اي 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 اش قلت لك ها اي اش قلت لك اقراية ديال إي حقراية ديال ورقة المهمة بالموضيفة منلي قرات ديال ورقة الطلب منها تقلس حداه وفش قلسة حداه وراه واحد صاكن هالزماها حلو ولقات فعلا باللي عنده قنبولنا وستبدو واحد الورقة والسيلة يعطاه منليها عليها وكتبي المطالب ديالي اوديهم الي بالو وطلب منها ماتين الف دولار تكون مجموعه في صاكادو ويلقاه فالماطار ديال سياطلم اللي غدي توصل الطيارة مع الخمسة دي اللاشية. وسيتيرنا دي اللمازوت. يلقى هتا هي في المطار باش تعود تعب طيارة بالمازوت. من اللي غادي توصل المطار سياطل. المازوت تايس حب كادا كارديل سريع واتظم. انا عارف طيارة ما كتخدمش بالمازوت. عبغيت نجبدك عوتاني. بس سولني عوتاني ديكو الاسئلة الغابية دي. كونيك باش نحرسوا المال هالشوية. انتان سيتيرنا في القصة قا. والحاجة التالتة اللي يطلب هادان ما غاديش نقول لكم دابا. خليها تتلخر باش ما نفرش القصة. المهم اللي معروف في الخطة دي الكوبر لهذا اللحظة. هو انه اختف هاد طيارة. وغادي نزل في المطار. غادي اياخد الفلوس اللي غادي يوجدو له السلوطات. وغادي يعود يقلع بالطيارة. وطابعات الحال مع هراهائين. اللي غادي تفاوض بهم. فين غا يمشي من بعد. هاد الشي اللي غادي نعرفوه في الكمالة دي القصة دينا. فكمل معايا. الموضيفة اللي كتبت هدوك المطالب دي الكوبرت. طلب منها انها تديهم البيلوت. وفعلا الموضيفة دخلت لقومرة القيادة. وعطاعت هدوك الورقة لبيلوت. وعودات ليشنو كيوقع في الطيارة فعلا. وهو يتصل ببيلوت بشركة طيارة اللي كانت تابعة لها هاد طيارة. واللي هي نورت ويست ايرلاينز. اللي قلنا في اللول. وبلغهم ان الطيارة مخطوفة. وان هادك اللي خاطفة عنده قنبولة هالزمعة في ساك. وبغي متين الف دولار. وشاحنة دي الوقود يلقاه في المطار دي السياطل اللي غادي يوصلو مع الخمسة. وإلا غادي يفرقع هدطيارة. وصلات الخبار للشريكة. واللي بدورهم تصلوا بال الف بي اي ويعودوا لهم على البلان. وبدأوا الف بي اي كيوجدوا المطالب دي الكوبر مع السلطات دي المدينة السياطل. فما عندهم ما يديرو. وفعلا وصلات طيارة للمطار سياطل. بقى تكدور فوق المطار. لحد الساعة واحد من المسافرين اللي كانوا في الطيارة ما عارف شنو كيوقع بالضب. ما كانوش عارفين اصلا ان كينشي واحد في الطيارة خاطفهم. كان كوبر وطاقم ديل هالطيارة هم بوحدهم اللي عارفين. فالبيلوت قل المسافرين انهم ما دي بقوا يدوروا فوق مطار سياطل بسبب واحد العطل ووقع في المطار. وما غاديش يقدرو يهبطو تي تسلح ذاك العطل. حيث كوبر كان طلب من البيلوت انهم يهبطش في المطار تيوجدو له المطالب ديله التحت. وبقى الطيارة كدو فوق المطار شي ثلاثة ديل السوية. حتى وجدت المطالب ديل كوبر كاملة. فاش نزلت الطيارة مشت لوحد اللي قلت في المطار اللي ما كان فيه اولو. يعني واحد المينطاقة نائية. وكوبر طلب من الموضيفات انهم يصدو قع الشراجم ديل طيارة. وطلب كذلك من البيلوت انه يطفدو ديل طيارة. باش يتفادل القناصة اللي طابعة الحال غتكون اف بي اي حطاتهم في المطار. فهم متعطلوش ثلاثة ديل السوية باش يوجدو لعميتين الف دولار. وانما كانوا كيوجدو شي طريقة باش يقتلوه او ليشدوه. وطابعة الحال دان كوبر كان عارفد شي كامل. المهم فاش هبطى الطيارة لقى كوبر قاع لمطالب ديله وجدين. صفت واحدة من الموضيفات جبت له الساك ديل الفلوس اللي كانت جبت له اف بي اي وصفتاته مع المدير ديل المطار. حيش هو اللي كان مكلف انه يوصل له المطالب ديله للطيارة. وعودات الطيارة تزودات بالوقود. وهنا كوبر در واحد القاضية هو انه طلق قاع المسافرين اللي كانوا في الطيارة. يعني ستلاشين شخص. هاد الناس خرجوا من طيارة وقال لهم صافعة سيروا في حالكم. واللي كانوا معزة ما كرهائن. وبقى في طيارة بوحده مع الطاقم دي الطيارة. وخاهم ما كانوش رهائن اصلا لانهم اساسا ما كانوش عارفين بلي طيارة مخطوفة. او ما عارفو هاد شي تانزلو منا. وهنا يبقى كي تسنو كوبر شنو غايدير. من بعد ما اخده كوبر فلوس دازل جزء تاني من الخطة دي هلو. واطلب من البيلوت انه يعاود يقلع بالطيارة. ويتوجه لميكسيك. لميكسيك اه لميكسيك. وقال لي بقى غادي على واحد الارتفاع محدد على الارض. يعني انه مايفوت شعشر على فقدم. وينقص سرعة دي الطائرة الاقصى حد. كوبر كان عارف النوع دي الطيارة مزيان. وكان عارف انها تقدر الطيارة على ارتفاعات منخفضة. وبسرعة منخفضة كدلك. ذلك الشيء لاش اختار هاد البوينغ سبعمية وسبوع عشرين. فدلوقت الاف باي تهما صيفتو خمسة دي الطائرات حربية تهما تبقوا هالطيارة. فما يمكنش يخليوها هربها هكك. وكانوا تابعينها وضاعرين بها وتيراقبوها. واتمنة دي العشية في اسما كوبر طلبنوا موظيفة دي الطيارة انهم يدخلوا القمراء دي القيادة. ويسدوا عليهم الداخل تماما مع البيلوت والكوبيلوت والمهندس دي الطيارة. وقال لهم انت واحد منهم يعود يخرج عنده. ومن بعد عشرة دقائق لاحظوا مساعد ديالبيلوت تغير في الضغط ديال الطيارة. فعرفوا ان كوبر يقدر يكون حل شي باب ديال الطيارة. واللي ممكن يحلو اي واحد في ذاك الوقت من داخل ديال الطيارة. وهذا سبب اخر علاش اختار كوبر هالطيارة بوينج سبعمية وسبعة وعشرين. حيث عنده واحد الباب في الاخر ديال ديال ديالة كيتحلو عنده الدراج. بقاو الموظيفة كيتسنو شوية عاد خرجو من قمراء القيادة. ولقاو في علام بلي كوبر غبرو مكينش في الطيارة. ولقاو الباب ديالور ديال الطيارة محلول. ودام على الفلوس كاملة. والتال ملاحظة اللولة اللي كنكتبها الموظيفة. اللي كنكتب لها انه عنده قنبولة. حيث كنت كيتواصل مع البيلوت غاب ورقة كيكتب فيها المطالب ديالو كيسافتها لي. واللي كي يطلب منشي واحدة من الموظيفة انها تكتب المطالب ديالو وتديها لبيلوت. لانه ما كان بغي يخلي تشيءاتها لخط ديالو هو. المهم كوبر نقذ من الطيارة. ولكن كيفاش نقذ? لما طلب تشات اللي كان طالبه كوبر. واللي ما قلتوش لكم في اللول. هو ربعة ديال براشوتات. واللي استعمل منهم زوج من اللي ينقذ واحد اساسي وواحد احتياطي. والزوج الاخرين خلاهم في الطيارة. كان طلب ربعة ديال براشوتات باش يوهم انه يقدر يدي معا شي واحد من رهائن ولا طاقم ديال الطيارة من اللي يبغي ينقذ. وهكذا ما غاديش يقدروا يلعبوه فيهم ولا يعطيه شي واحد مقطع ولا شي حاجة بحال اقدر. المهمة البلاسة اللي ينقذ فيها كوبر. كانت غابة بين مدينة السياطة اللي قلعت منها الطيارة. ومدينة رينوف وولاية نيفادا. من بعد ما نقذ كوبر رجعت طيارة الاقرب مطارة ونزلت ما. وبدت كتقلب فيها على اي اثار ديال كوبر. ولكن الحاجة الوحيدة اللي يلقاوها هي اشهر غرافاتة في تاريخ غرافاتات. اللي كانت ديال كوبر وخليها في طيارة لشي سبب الله اعلم شنا هو. ربما كان بغي يخليش يسوفوني لل اف بي اي. او اللي كانت مزاحمة فاش كان كيربط البراشوطات والفلوس معدات دياله وحيدة. المهمية الحاجة الوحيدة اللي كتعلق بكوبر. واللي لقاتها الاف بي اي في السابعين عام ديال التحقيق. ومباشرة الاف بي اي بدو حملة واسعة فضل من طاقة كاملة اللي نقذ فيها كوبر. اللي كان طاقم ديال طائرة اللي خطفه واللي قال لهم انه نقذ في ديك البلاسة بالضبط. حتى قارير ديال طائرات الحربية اللي كانوا تابعين طيارة اللي اختفها كوبر. كي اكدو كاملين انهم ما شفو تشي واحد نقذ من طيارة على طول ما صال اللي كانو دايزين منو. فما كانوش عارفين فين نقذ بالضبط. وكانو معتمدين على الاقوال ديال طاقة ديال طيارة اللي كان خاطفها كوبر. وحتى الجو ديال داك النار كان مضبب. كانت اشتاو الضبابة وريح. وزيد عليها انها كانت تمنيه ديال الليل. يعني الضلمة. لكش عالاش طائرات الحربية اللي كانو تابعينهم ما شافوش كوبر فاش نقذ. ومن بعد ايام مشهورة ديال البحث. ما لقو تشي اعتار الكوبر في هدلمين طاقة اللي كانوك يقلبو فيها. لهو للباراشوطات باش نزل للفلوس لتي حاجك تتعلق بيه. وبدأت الاف باي بحملة كبيرة وواسعة ديال تحقيقات. وبدأت اولا بسين طاقة الموضيفات والطاقة مكامل ديال الطيارة. وبدأوا بالموضيفات بجوج اللي كانت سميتهم تينا ماكلاو وفلورينس شافنا. واللي عطاوهم هاد الموضيفات وصف دقيق للشخصية كوبر. رجل بيض قريبا عنده اربعين عام طويل وعنده شعر خفيف. وكان لابس من ضادر ديال الشمش. علش كان لابس من ضادر ديال الشمش داخل الطيارة وبالليل الله اعلم. ربما كان بغي يعطي شوية ديال لهيبة لراسه. وهذا هو الوصف والصورة اللي تشعر بها الى يومين هاد. وعلى ما ده خمس سنين من بعد هاد الحادثة. اف بي اي وصلوا اكتر من تمنميات مشابه بهم او متهمين. اللي كانوا معروفين بالصارقة او ديجا نفدوا صارقات بنفس هاد الاسلوب. او قريب هاد الاسلوب. حتى الناس كانوا كيحيطوا عليهم وكيسفطوا رسائل وسائل الاعلام والاف بي اي. يعني ناس عادية. وكيعرفوا براسهم انهم دان كوبر. او انه شي واحد من العائلة ديالهم هو دان كوبر. او الا انهم كيعرفوا دان كوبر. بسبب الشعبية اللي ولت عند هاد الشخصية. وكذلك ان هاد القصة تروجت بزاف الاعلام الامريكي. فكل شي كان بغير يركب عليها. بنادن بغير غاية تشهره وكيسلم راسه على اسس انه هو دان كوبر. ولكن من بعد تحقيقات مع كل واحد منه. ما وصلت الاف بي اي للتشي نتيجة. والحاجة الواحدة اللي كتعلق بكوبر وهاد القاضية واللي بنت من بعد تسع سنين من هاد الحادثة. يعني بضبت سنة الف وتسعمية وتمانين. وهي واحد خمسة الاف وتمنمية دولار. اللي كانت من بين الفلوس اللي اعطات الاف بي الكوبر واللي يلقى واحد ده صغير في واحد المنطاقة سميت هاتي نابار. ك aujourdât كأن كيلعب بضيف هدين واحد نهر سميته ونهر لويس. وهذه المنطاقة طبعا كانت بعيدة على المنطاقة اللي ان نقس منها كوبر. واللي كات قول بعض النضارية انه هو ربما هو اللي خفى unbelوق هذا الفلوس ما من بعد ما نقذ. والنضارية اخرى كتقول انه ربما منذ نق знаком من طيارة تحف كامله بأنه لم يتجح من هذي التنقيضة. ومن ما مات هذو كل فلوس هزوم الواد مع الفلوس الاخرين كاملين ودهم وكل حاجة لحفو حجنب دي الواد. الشخصيات اللي كانوا اقرب انهم يكونوا واللي دازوا على طول مرحلة تحقيق دي الاف بي اي من بعد هذه الحادثة. الى حدود سنة الفين وستاش فاشكرت الاف بي اي انها تسدد القاضية بسيفة نهائية. كانوا محدودين جدا في عدد اربعة وعشرين شخص تقريبا. من بعد تحقيق طبعا ومن بعد ما سبعدوا بزاف دي المتهمين بقوا دي اربعة وعشرين واحد هما المتهمين الرئيسيين او الاساسيين. او اللي كانوا بعض الادلة قليلة كي ربطوهم مع هاد القاضية. ولكن انت واحد منهم ما تبتات عليها التهمة بشي دالي القطعي. للي حقات معهم الاف بي اي ولا حتى هادوك اللي اعترفوا العائلة دي الهم قبل ما يموتوا انهم هما دان كوبرا. حيش كانوا واحد العدد دي الناس قبل ما يموتوا او على فراش الموت. اعترفوا العائلة دي الهم انهما دان كوبرا. وش بالصح اعترفوا ليهم او لا هالعائلة ديالهم كيبغيوا يتشهروا من بعد ما كيموت شي واحد. وكيجيوا يقولوا الاف بي اي انه هو قليهم بلي انا اللي كنت دان كوبر. الله قلل. واحدة القرافاتة اللي خلها دان كوبر في الطيارة. ومن بعد ما تطورت الوقت. حيث ديك الساحة في واحده وسبعين ما كانش تحاليل ديال لاضيين. يعني من بعد ما تطورت الوقت قدروا انهم يطلعوا الحمض النووي من هاد القرافاتة اللي كان ديال دان كوبر. ولكن ما كانوا مطابق مع التاشي واحد من هادو كاملين اللي كانوا متهمين في هاد القادية. كان بزاف ديال متهمين وبزاف ديال نظريات. وهاد شي كامل طبعا ما نقدروش نهدره عليه. وإلا غي خاصنا نديرو فيديو في عام. حيث هاد القادية وصلت عند الاف بي اي لتقريبا سين مجلد ديال الوراق ديال التحقيقات والضواسة والدلائل. المهم الخلاصة ديال الامر انه سنة الفين وصة. كانت النظرية الاخيرة اللي خرجت بها الاف بي اي. وهو انه دان كوبر مات من لانقذ من طيارة. لانهم اكتشفوا انه ما كانش خابير في الميضالات. يعني الباراشوتات. حيث في اللول كان كيسحاب ليهم انه كان خابير في الباراشوتات. وديجا غايكون ندوز العسكر ولا شي حاجة بحالك. ولكن اللي اكتشفون بعد هو ان كوبر ما كانش خابير ولا ولا ولو. غانقذ على الله صافي. لانه من بين اربعة دي الباراشوتات اللي كانت عطاتو الاف بي اي ديك سا. اختار اسوأ واحد منهم. يعني اسوأ واحد من ديكو ربعاه هو باش نقذ دان كوبر. ولاش اسوأ واحد اللي انه ما كانش كيمكن لها انه يوجد الباراشوت. وانما كتلاح وصاف وكتمشي مع ريح في مدك. وزيد عليها ان الجو ذاك النار كان مضبب وشتا والريح والرعد. وصعيب احتاج للمحترفين ديال القفز بالميضالات انهم ينقذوا في ديك الجو ويوصلوا للارض حيين. ولكن المشكلة انهم ملقاوش الجوتي ديال كوبر. وملقوش داليل كيتبت انه مات. او انه باقي على قيد الحياة. وكذلك ملقوش داليل على الفلوس اللي كانوا اعطوه. واللي كانوا كاملين من فئة عشرين دولار. وبالعاني اعطاتو الاف بي اي هاد لما بلغ مقسوم على عشرين دولار. يعني عشرين دولارات كاملين. باش انهم يسهل عليهم يلقوهم من بعد. ولكن ما بنليه تاشي اعتر الى يومين هاد. ومن بعد خمسين عمدة بدازة على هاد الحديثة. اتا واحد ما عارف شخصية دان كوبا. والتا واحد ما عارف واش باقي حي ولا مج. وهنا سهلت القصة ديلنا. ولوصلتي التال هنا اعجبك المحتوى ديالي ما تنساش تشارك في القناة وتفعل زيال جرس بس توصل بالجديد. وتخليش لايك وكمنطير الفيديو. اكتب لي اياه في شنو بان لك تنشع. اما الا بغيت النظرية ديالي انا فقد نخلي عليكم في اول كومنطير. سير قراها وشوف انت شنو بان لك. والسلام عليكم.